السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سألت حضرتك أو أي إنسان مين هو العدو الأول للإنسانية اللي يتمنى لهم الشر في الدنيا والآخرة أكيد الإجابة واحدة هتكون إبليس أو الشيطان الرجيم المعلومة دي قديمة قدم الزمان ومنذ آدم عليه السلام ومعروفة للجميع في جميع الحضارات وفي جميع الديانات هتلاقي المسلم بيعرفها والنصراني واليهودي كذلك قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ليس ذاك وحسب بل أراد الله عز وجل أن ينير طريقنا وأن يخبرنا بمداخل الشيطان وكيف يأمر فأنزل قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح وبكل ما يسوءكم من المعاصي والشرور بل يأمركم أيضا بالكبائر من الذنوب وبكل ما تناهى في الكبح والفحش كالزنا والقتل بل وأن تفتروا على الله الكذب في شرعه فتحللون حرامه وتحرمون حلاله بل يأمركم الشيطان أيضا بأن تثبتوا لله عز وجل ما نفاه من صفات بل والعكس أيضا فتنف عنه ما أثبته لنفسه عز وجل أرفنا كلنا إن أقوى أسريب الحصر على الإطلاق هو النفي والاستثناء كما في قوله لا إله إلا الله ثم يأتي بعد ذلك بسلوب الحصر باستخدام إنما وده معناه إن أسليب الشيطان وما دخله للإنسان تنحصر فيه ثلاث العمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا إنما يأمركم وهل الشيطان سلطان علينا فيأمرنا وينهانا لا فنحن جميعا نعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا أقصى ما يستطيع الشيطان به أن يقوم للإنسان أن يوسوس له ويزين له السوء والفحشاء ويزين له قول ما لا يعلم على الله ولكن للأسف الشديد في كل زمان ومكان هناك الكثير من الناس من يطيع وساوس الشيطان فاستحقوا التوبيخ والتبكيت والتسفيه وهذا أيضا من باب التشبيه وكأن الشيطان وهو يوسوس للإنسان ويزين له السوء والفحشاء وأن يقول على الله ما لا يعلم كمن يأمر فيطاعه وللأسف الشديد هناك ما يتباهى بأنه من عبدة الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وما الفرق بين السوء والفحشاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه السوء لا حد فيه كالكذب والغش أما الفحشاء فهو التي فيها حد كالزنا والقتل وكل فحشاء من السوء وهو من باب عطف الخاص على العام وهذا هو سبيل الشيطان دائما يأمر بالذنوب الصغيرة ثم يتدرج فيأمر بالذنوب الأكبر ثم الكبائر ثم الكفر بالله والخلود في النار والخطاب هنا لجميع الناس للمؤمن والكافر للموحد والمشرك والملحد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي أن تقولوا على الله ما تجهلون وكل من يفتي في أمور الدين والشريعة بغير علم فهو ممن يقول على الله ما لا يعلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم وكل من يؤول الكلام وفق هواه فهو ممن يقول على الله ما لا يعلم ومن أراد النجاة فعليه أن يسير على الصراط المستقيم من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهدي السلف الصالح فذاك هو الطريق فلزموه وأنت الآن أمام طريقين طريق الرحمن وطريق الشيطان فتخير ولا تتحير جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر